موسيقى أهلا وسهلا بكم السادة المشاهدين مشاهدي برنامج القلب المفتوح والذي من خلاله نصلط الضوء على الشخصيات الوطنية التي ساهمت والتي لا زالت تساهم وتعطي الكثير لهذا الوطن وهذا الشعب وتسهم أيضا في التنمية واليوم نلتقي بشخصية معروفة في الوسط التعليمي إنه الدكتور محمد موسى حسن محمد الشيف أهلا وسهلا بك مرحبا بك سيد أحمد وأشكرك على هذه الزيارة اللطيفة وأشكر طاقم فريق العمل كله فتح لنا قلبه قبل أن يفتح لنا بابه وندردش معه في هذه الدقائق القليلة من البرنامج تعريف باختصار دكتور محمد عن سيرتك الذاتية حتى المشاهد يعرف أكثر من هو الدكتور محمد شيفا في الحقيقة طبعا أنا موليد أفريل 1975 في المملكة العربية السعودية من أب وأم جادي والتحقت بالمدارس السعودية في الفترة الأولى الابتدائية ومن ثم التحقت بالمدارسة الصداقة السودانية الجادي في المتوسطة والثانوية ومن ثم التحق بجامعة إفريقيا العالمية كلية الشريعة تخصص قانون بكالاريوس القانون ومن ثم بدأت دراسة الماجستير في القانون الإداري في جامعة إفريقيا العالمية أيضا في الخرطوم بالسودان من ثم كالعادة كأي تشادي توجهت إلى فرنسا لدراسة اللغة ومن ثم دراسة الماجستير في القانون الدولي سابقا كانت الدوية لدبلوم الدراسات المعمقة ومن ثم التحق بالمجعر في بودابيست لدراسة الدكتوراه في العلوم السياسية والقانون الدولي هذا باختصار على السيرة الذاتية ولكن قبلها عملت أيضا في المدارة العملي في هيئة الغاثة الإسلامية العالمية بجدة وتمرحلت في مراحل كثيرة جدا في هذه الموظمة الخيرية العالمية التي مقرها في جدة والحال الاجتماعية والله الحال الاجتماعية متزوج وقبل ثلاثة أطفال أنا عريس حقيقة بالزوجة الثانية كما يعني يفعل التشادين كلهم والآن أنا في فترة كما يسمى شهر العسل يعني حقيقة سيرة غنية بالإنجازات ماذا تعني لك الحياة؟ سؤال كبير في الحقيقة الحياة تعني الإنتاجية باختصار الإنتاجية هي أن تكون فرد مؤثر في المجتمع أن تكون لك وجهة نظر آراء طموح تحقق هذه الطموح أو هذه الطموحات ومن ثم يستفيد منك شخص أو أشخاص ونحن دائما نحب هذا البلد حقيقة ونكون لهذا البلد كل الاحترام والودوة ونريد أن نسهم في تطور هذا البلد لذلك كان كل الحياة لنا هي جات أهلنا في جات عاشرتنا وإخواننا من كل الاتجاهات شمالا شرقا غربا جنوبا والنهوض بهذه الأمة لنرتقي إلى مستويات كلنا نحلم بها حقيقة باختصار لكل إنسان أنشطة جانبية لجانب المهنة التي تعمل فيها وهي التعليم ما هي الأنشطة الجانبية التي تقوم بها من تجارة من غيرها أنا في الحقيقة عملت في العمل الخيري وأمارس العمل الخيري دائما ولكن أيضا ليه ممارسات في التجارة وفي البزنس كما يسمى الآن وهو البزنس بين قوسين ليس البزنس كما يسمى في الشارع العام لكن البزنس هو البابليك ريليشن أن تضع مؤسستين في شراكة والوصول إلى نهاية عقد يثمر لكل الأطراف الآن الحالة الاقتصادية العالمية في ركود وحالتنا الاقتصادية الداخلية في ركود ولكن الآن تشهد انتعاش في الفترة القادمة ونتمنى أن نلحق بما فاتنا في الفترة الماضية كيف التحقت بالحقل التعليمي وأنت من الذين درسوا القانون الدولي فبالتأكيد الدبلوماسية أقرب لك يعني هو التعليم رسالة التعليم رسالة وكل شخص قادم من الخارج إلى بلده يجب أن يؤدي هذه الرسالة وهذه الأمانة بين قوسين أردنا أن ندخل في شرف حمل الرسالة وشرف أن نؤدي ولو جزء بسيط من دورنا نحو هذا المجتمع لا أقفيك سرا كنت في باريس أيضا كنت مديرا لمعهد اللغات في باريس اللغة العربية اللي غير الناطقين بها فأعجبت بهذه المهنة ورأيت نفسي فيها في الحقيقة رغم أن العمل الدبلوماسي أيضا الإنسان يعني يحب أن يمارسه ليتطلع إلى أفاق أوسع التعليم مهم أن نكون في سلك التعليم وأن نعطي أكثر مما نأخذ ونرى أن هناك حوجة في التعليم لذلك رأينا أن من الأفضل أن نبدأ بالتعليم ومن ثم نعرج إلى المنارجات الأخرى إذا وجد ذلك لأنني لا أستطيع تقييم التعليم العالي في خلال عام أنا حضرت إلى شاد في 2016 وبدأت أعمل في معهد تدريب القضاء ومن ثم بعض المعاهد سؤال لا أستطيع ماذا أقول ولا أدري ماذا أقول ولكن نحتاج إلى دعم أكثر ونحتاج إلى جهد أكبر لنرتقي التعليم العالي لمستويات جيدة أكبر الإنجازات سميها التي حققتها أو بالأصح هل أنت راضي عن نفسك حتى الآن؟ أنا راضي عن نفسي جدا راضي عن نفسي لأنني اليوم في 2018 أنا متواجد بين أهلي في شاد وأقوم ولو بجزء بسيط من الدين الذي عليها للوطن قد يكون ليس لا أحد يعرفه ولكن أنا أستمتع بهذا الدور الذي أقوم به سواء الدور الاجتماعي الدور الثقافي الدور الأكاديمي في هذا البلد نعم أنا راضي عن نفسي تماما بفضل الله قد يكون بالمقابل في فشل هل فشلت بالأصح؟ فشلت أكثر من مرة فشلت مرة في أنني مفترض أن أكون في شاد في 2002-2003 ولكن الظروف في الخارج لم تتح لي الفرصة لأكون متواجد ومرة أخرى فشلت في أن أكون من الذين يحملون راية الوطن ويشاركون في كل مراحل الوطن يمكن في أحلى شيء الآن أنا موجودة مع إعلان الجمهورية الرابعة يعني وجدت نفسي اليوم هنا في شاد وحضرت الفورام الأخير أنا رجل أحب القانون الدستوري جدا يعني ومتفوق جدا في القانون الدستوري فأستمتع هذه الأيام بالفورام الحاصل وبإعلان الجمهورية الرابعة وانتقال شاد من مرحلة لمرحلة أخرى قانونيا ما عند علاقة بسياسة أحس بأننا نطوي بعض المراحل بكل سلبياتها وإيجابياتها أنا لست بصدد الآن التقييم ولكن كنت أحلم دائما أن أكون جزءا ولو بسيط في كتابة تاريخ جاد وأتمنى أن أدخل هذه الدائرة قريبا إن شاء الله لكل إنسان ذكريات ماذا تحمل من ذكريات من الطفولة وحتى الآن ذكرياتها الجميلة كلها في شاد حيئة في التسعينات عندما كنا طلابا في مدرسة الصداقة السودانية الشادية مرورا بالأنشطة والاتحادات الطلابية النقابية ومثلنا شاد في مؤتمرات خارجية العمل النقابي الطلابي كان جميلا جدا وكان في الحقيقة نستمتع به جدا ومن أجمل الذكريات وزملائنا الآن قادة ووزراء في البلد ومساهمون ويعطون في تنمية البلد ونسأل الله أن يوفقهم ويبارك لهم في جهودهم أما الذكريات أنا دائما إيجابي ولا أحب أن أكون دائما محبط أو محبط بالتأكيد الممارسات أو الهوايات هذه مرتبطة بحياتنا اليومية فهل لك دكتور محمد هوايات تمارسها؟ في الجانب الرياضي أحب كرة التنس أحب القراءة أقرأ كثير وأشاهد البرامج السياسية كثير يعني هذه هي أكثر هواياتي الرياضية السباحة وكرة القدم وإلى آخر لكل إنسان طموحات إلى أين تصل طموحات دكتور محمد؟ أستاذ أحمد هذا سؤال كبير لكل إنسان مثقف له طموحات أطمح لي أن أكون في يوم من أيام من الذين يساعدون في اتخاذ القرار رسالتك إلى الأمة والشباب؟ رسالتي للشعب التشادي أولاً نصر الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا الأمن والأمان نعمة الأمن ربما في القرية قال وطعمهم من جوع وأمانهم من خوف الأمن ثم الأمن ثم الأمن نصر الله سبحانه وتعالى أن ننعم بالأمن ولا شيء آخر غير الأمن نرى حوالينا كل البلدان الأخرى تعاني ما تعاني نحن نسأل الله سبحانه أن يثبت علينا الأمن دل الشعب عامة أما فيما يخص الشباب الشباب الآن أصبح شبابا فيسبوكيا الحمد لله أنهم بعيدين عن تويتر لأنه ليس تويتر ما وصلهم فلذلك أنا أتمنى أن يهدأ هذا الشباب الآن الناس تستخدم الفيسبوك بطريقة سيئة الشباب ليس هناك توجيه هناك سباب ونقاشات على مستويات أو منصات السوشيل ميديا بطريقة غير صحية بطريقة غير جيدة بطريقة غير عملية بطريقة غير قانونية أنا أقرأ بعض البوستات في قراءة واحدة للبوست يمكن أن أطلع عشرين دعوة دعوة قضائية في سبب في الشتم في عدم احترام في هذا التقدير أنا أقول للشباب تمهلوا الدور سيأتيكم في يوم من يوم ستكونون أحد عناصر هذا المجتمع ما تكتبوا أي كلام كما حبه ودبه الوطن يحتاجكم البلد يحتاجكم يجب أن تكونوا في مستوى هذا الوطن في مستوى هذا التحدي هناك تحديات ما تخوش فيس بوك تُبارل كومتو فيو نمبر تقوى نحن الآن نتجاوز أو ندخل في مرحلة صعبة جداً ومرحلة حرجة جداً جداً انتقال إلى جمهورية رابعة دستور جديد بردمان آخر نظام حكم فيدراليا أو سميه ما شئة مركزية هذه الأمور يجب أن نتثقف قبل أن يدخل أحد ويكتب كلام لا يعلم ماذا يريد أن يوصل يجب أن يعرف عن ماذا يتحدث فيما يتحدث واحد قاعد في البيت عمره لا يتواجد زاوز خمس عشر عشرين عام يناقش رجل سياسي له ثلاثين عام في السياسة أو رجل آخر ولد تخرج من ثانوية وقد يكون أخفق عشر خمس عشر مرة ويستخدم يعني ألفاز نحن ننأى عن كلام فيها في الحقيقة هدأوا وانظروا بنظرة علمية مثقفة قيمة لنتجاوز هذه المرحلة الحرجة نظرتك وقراءتك لشات المستقبل التي نحلم بها ونريدها نحن نريد تشاد أن تكون عالية نريد أن تكون تشاد في مصافة الدول العالمية نريد أن نكون فيهم من الأيام نحن نحدد ماذا نريد وماذا نفعل وكيف نفعل ذلك ولكن هذا كله لا يأتي إلا بالتعليم التعليم الآن لا تحدث عن الجهاز التعليم ولكن تحدث عن المتعلمين التسييب المدرسة أو الجامعة أو الثانوية لا تعطيك كل شيء ولكن أنت يجب أن تشتحد يجب أن تبحث عن كيف تتعلم وكيف لأنه غذاء الروح يعني غذاء الروح أنك تكون متعلم تكون مثقف تنظر إلى بلدك نظرة متطورة بهذا المستوى أنا لا أتوقع أن نكون نحتاج إلى مهنيين نحتاج إلى مخترعين نحتاج إلى مثقفين نحتاج إلى كل المجالات ونحن الآن لا نكاد نبرح الصفر أستاذ المشاهدين وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة وهذا اللقاء الشيق الجميل الذي استمتعنا به من خلال لقائنا مع الدكتور محمد موسى حسن محمد شيفة وإن شاء الله نتمنى أن يتجدد لقائنا مع ضيف آخر وفي حلقة أخرى وإلى أن نلتقيكم في الأسبوع القادم دمتم في رعات الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله موسيقى اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر